الدوام يوماني أسبوعيا في مديريات التربية والتعليم للتنسيق مع مديري التربية والتعليم تكليف من وزير التربية والتعليم دكتور محمد أبو قديس لمديري الإدارات لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 وتنفيذ برنامج تعويض الفاقد التعليمي من خلال الجولات التفقدية للمدارس هذا القرار يأتي نظرا لقرب بدء العام الدراسي وحرصا من الوزارة على متابعة الاستعدادات على الواقع لمعالجة أي تحديات قد تعترض سير العمل وبما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة وجهيا بحسب الوزارة